المحافظون في ضيافة اللجنة المالية النيابية لاستعراض آليات تنفيذ المشاريع الخدمية الجديدة والمستمرة وأسباب تأخر وصول التخصيصات المالية للتمويل تلك المشاريع وجدنا هناك تأخير في عملية اطلاق التخصيصات المالية للمشاريع المستمرة هناك مشاريع مستمرة وهناك مشاريع جديدة للأسف الشديد جميع المحافظين يعانون من عدم اطلاق التمويل لهذه المشاريع ويقسم من الشركات طلب التوقف عمل مشاريع بيئة التوقف بسبب عدم وصول التمويل لهذه المشاريع وكان هناك نقاش مهم وتم فصل التمويل إلى جسدين المشاريع والمشاريع الجديدة وبينما كشفت اللجنة المالية النيابية عن استضافة وزارتي التخطيط والمالية الاثنين لإزالة التقاطعات القانونية والمالية في صرف تلك التمويلات للمشاريع تطالب المحافظات بإعادة احتساب تمويل المشاريع وفقا لذرعات العمل المنجزة أو بالاعتماد على قانون الموازنة الثلاثية كنا سابقا نصرف ذرعات أعمال منجزة ترسل لوزارة التخطيط والمالية صحيح تتأخر بمشوارها ولكن على العموم كانت تمويل يجي للمحافظة ولكن بعد أقرار قانون الموازنة توقفت موضوع الذرعات المنجزة وتم الاعتماد على إكمال المشاريع المستمرة وتمويلها بسلة واحدة يوم غد وبعده سيكون لقاء مع وزارة المالية مع وزارة التخطيط لرفع هذه التعقيدات وإطلاق التخصيصات للمحافظات وحتى الوزارات مع دخولنا بالشهر العاشر فهناك إجراءات جدية سنتخذها في اللجنة المالية لإطلاق الموازنة في كافة أبعاد ويعزو بعض المحافظين تعطل وصول التخصيصات المالية للمشاريع لقلة السيولة النقدية المؤقتة في وزارة المالية الذي سبب تراجعا في نسب إنجاز المشاريع المستمرة ومع استمرار زخمي تنفيذ المشاريع الخدمية الستراتيجية في المحافظات إلا أن بعض المحافظات ما تزالوا تشكو من قلة وصول التخصيصات المالية لتمويل تلك المشاريع سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد